فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا له أمور أولها أن نؤمن به إيمانا صادقا الإيمان الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سهل من عبد الله التستري يجب عليك فيه أن تعتبر نفسك مملوكا لرسول الله تعتبر نفسك أنك لا تخرج من ملكه وقتها تذوق لذة المتابعة وتذوق لذة المحبة وتذوق لذة اتباع السنة وتذوق لذة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شعرت بأنك ليس شيء لا تملك شيء ولا قدر لك في شيء ولا شأن لك بشيء إلا بعد ثبوت إيمانك به عليه الصلاة والسلام وإلا بعد ثبوت متابعتك له صلى الله عليه وسلم إذن بعد الإيمان يجب عليك أن لا تخطو خطوة إلا بعد تأكدك من أن هذه الخطوة أمر بها رسول الله أو دعا إليها أو أنها لا تتعارض بعمل حجي أوامر الشر الكثيرة في أوامر وفي نواهي الأوامر قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فأتوا منهما استطاعتم أما النواهي فيجب عليك أن تتركها كلها فلا عذر لك أبدا في اقتحام المنهيات إذن يجب عليك بعد الإيمان الطاعة الكاملة والمتابعة الكاملة لرسول الله ويكون حكمك بعد حكمه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ترجمة نانسي قنقر